من عنوين نشر إلى تفاصيلها والبداية من استنفار الجهود لمواجهة موجة الأمطار أهلا بكم حيث وضع محافظ صلاح الدين بدر الفحل جميع الدوائر البلدية والخدمية في حالة تأهب قصوى والوقوف إلى جانب المواطنين في التعامل المباشر مع نسب الأمطار المتوقعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع إلحاق الضرر بأرواح وممتلكات الأهالي أشدد على بناء سدات ترابية ونشر الآليات المتخصصة في سحب المياه وتعزيز موارد الشرقات بشكل خاص بوصفها خط الصد المتقدم مع السيول والأمطار مع احتمالات ارتفاع مناسيب نهر دجلة وخروج الجسور المتنقلة على الخدمة وتتوقع دوائر الأنواء الجوية منخفضا جديدا سيزيد من كميات الأمطار المتساقطة على مناطق صلاح الدين في الساعات المقبلة ما يستوجب توخي أعلى درجات الحضر في التنقل بالمنطقة